لا أولا هذه ظاهرة غير صحية فنقدر نقوله على أنه لازمت البطولة الوطنية قريبا هذه سنوات ولكن اليوم لازم ديروا واحد تصور لصريح لأنه بعض من المشاكل السيرية بعض من المشاكل المادية اللي دائما ما كترخيب ضلال ديالها العموسة والفرق لأنه في الأساس أولا المشاكل الأولى اللي كيعاني ومنها شقريبا جول فرق المغربية فهي مشاكل مادية وبالتالي المستوى ديال اللاعبين فما كيكونش قارب واحد شكله ويا أسبوعي وبالتالي فالنتائج ميكة بدأت نقص الحدة ديالها ولا ما كتكونش بواحد طريقة اللي إيجابية فأولى الضحايا ولا دائما كنقوله على أنه شمع دائما ديال الفشل فكرميوها على المدرب اليوم صبحت واحد ظاهرة اللي غير صحية واحد المسمى ديال ديكليك هال ديكليك هذا بداش ففيعتقاد على أنه دائما ما كيكون سبب رئيسي في تغيير المدربين كيف لا وحنا كنتكلموا على تغيير المدرب وباقي ما كي ياخد شواله على الأقل واحد الفرصة حتى من ناحية العلمية أنه ممكن بغيروا نغيروا مدرب فخص نغيروا عن قناعات لأنه سواء ما كيكونش المشروع دياله الرياضي ناجحه سواء كتكون الأفكار دياله التدريبية غير يمكن تابتة مع الأفكار ديال المشروع الكوراوي ديال الفارق من ناحية العلمية فتنين وربعين حصة دائما خاصة تكون ملزومة عند أي مدرب باش على الأقل يفرض هدك العمل دياله ويوضع كذلك بعض من الأصوص ديال النجاح دياله خصا من ناحية الخطة خصا كذلك من ناحية الأفكار دياله التدريبية وفيعتقاد على أنه هذا المشكل اللي راكمنات قريبا هدي سنوات لازم على أننا نوضع الأصبع ديالنا على المشكل لأنه مشكل تسيري محد لأنه حتى من خلال هديك التقيقة اللي كتكون فقودة سواء في المدربين وما كيكونش كذلك واحد تابات على مستوى اتخاذ القرارات بالنسبة للمسيرين هو اللي كيجعل دائما المدرب هو الحلقة الأضعاف في المنظومة الكوراوية أولا أنا فيعتقادي على أنه هو الموضوع يمكن خضاء كتر من الحجم دياله أنا شخصيا أعشاب رأي لأنه إعطاء فرص لواحد الجيل الجديد من المدربين وكذلك الإرصاء على بعض من المدربين أو المدربية القدامة لأنه دائما ما كانوا كيشكلوا الدعمات الحقيقية لكورات القدم المغربية وأولا تغيير المدرب فهذا أمر اللي دائما أنا كان بغين تفادحها الكلام علي لأنه ما كي ياخدوش المدربين الحق ديالهم الكافي أو الوقت ديالهم الكافي باش أنهم يفرضوا للجودة ديال العمال ديالهم لهذا على أنه هذا القانون الجديد فيعتقادي على أنه ما يقدرش يكون موفيد بواحد شكل كبير لكورات القدم الوطنية أنا ما يعطى الفرصة العدد من المدربين اللي غيكون وكشار لأنه في الختلاف نوع كذلك من المدربين في البحش كذلك على بروفايلات جديدة اللي يقدر تدخل البطولة الوطنية ففاعتقادي على أنه هذا الأسلوب هذا يقدر يعطينا يمكن أفكار تدريبية جديدة وأفكار كوروية دائما كتكون مناسبة مع اللاعب الحالي لأنه بغينا ولكر هنا الواقع ديال البطولة الوطنية كيحتم علينا على أنه يعتمدو على بعض من المدربين الجدود اللي يقدروا ياخدو الفرص ديالهم فاللي أكيد أنه باش ما يتخدش الكلام ديانا في وحد سياق آخر فالمدربين القدماء ففاعتقادي على أنه مدربين كبار اللي يعطاو الشيء الكثير للبطولة الوطنية ويعطاو كذلك وحد نهضة كوروية كبيرة على مستوى البطولة الوطنية لهذا كنقول لا أنه القانون الجديد فاعتقادي على أنه ما يقدرش يفيد بوحد الشكل اللي هو يكبير البطولة الوطنية أنا مع تقافة يمكن تعدود المدربين والختيار ديالعدد من البروفايلات اللي يقدروا يجو يشرفوا على الفرق الوطنية أولي أكيد أنه كنا بعض من الإكرهاج بالنسبة لعدد كبير من اللاعبين وبنسبة لعدد كبير من الفراق لأنه تكلمنا على واحد من الإكرهاج وأنه المشاكي المادية وبالتالي الصعوبة ديالتنقل بوحد الشكل اللي هو قريبا مصامر بين الموضو المغربية فهذا دائما ما كيشكلت قريبا واحد المشكلة بالنسبة للمسيرين في إيجاد كذلك حلول مالية من أجل التنقل تاني شيء هو أنه بالنسبة للمرضود ديال اللاعبين ففي أشيقاتي لأننا وصلنا لواحد المرحلة مهمة لأننا نقدرون تحمله واحد العبئ ديال المقابلات اللي يقدر يوصل حشل ثلاثة ديال المقابلات في الأسبوع لأنه كنت تكلموا على بطولة حشيرافية بطولة خاصة تكون كتواكب يمكن استحقاقات والرؤية والتصور ديال الجامعة الملكية أو كذلك يمكن الأفكار ديال كورة القدم الحديثة اليوم أنه كنا فرق مغربية لعندها مستويات كبيرة عندها لاعبين متميزين ولكن مع الأسف دائما كنت تكلموا على واحد العامل بدني اللي ما كيقدرش يكون مساعد بالنسبة للاعبين باش أنه ما يقدموا مستويات لقارة من ناحية العلمية فاللي أكيد أنه حتى على مستوى المخزول البدني فملزوم علينا على الأقل واحد تمنية واربعين ساعة ديال الراحة باش نقدره يمكن تفادى وهذا كلاسيدلاكشيكا وهذا كالتخمر الليباني اللي كيكون عامل أساسي ممكن في هذوك الإصابات وبالتالي فاتمنية واربعين ساعة فكافية على أنه ديال الراحة بنيسبة اللاعبين على المجمال ففع شي قادي على أنه البرمجة تخطئ يمكن في بعض من الأمور وتوصي في بعض الأمور وهذا ربما احتمال دائما واريد يمكن في المقابلات ولكن لازم على أن ننذيروش شي هاداش باش نتفادوا بزاف ديال اللغات وبزاف ديال البوليميك اللي كيلاحق البرمجة ديال المباريات ديال البطولة الوطنية